اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج معرنة هنتكلم النهاردة عن مرض السكري واللي هو بيهدد حياة كتير حول العالم عشان انتشاره الواسع جدا حول العالم فوفقا لمنظمة الصحة العالمية في ان 600 مليون شخص حول العالم بيعانوا من مرض السكري والكلام ده طبعا كانت سنة 2016 وهم في تزايد مستمر وبيؤدي ايضا لوفاة الملايين حول العالم منه هنتكلم النهاردة عن اسبابه وعن خطورته هنتكلم عن كل حاجة لها علاقة به والول هرحب بضيفي دكتور اسامة محمد دكتور التغذية العلاجية والرياضية اهلا بحضرت دكتور في الاول عادينا نعرف بشكل عام كده ايه هو مرض السكر عشان نبقى فاهمين بس في البداية مرض السكر هو ارتفاع نسبة السكر او سكر الملكوز في الدم عن المعدل الطبيعي وده اللي بيعمل عندنا امراض كتير هو واحد من الامراض المزمنة اللي مصاحبة دايما للشعب المصري يعني احنا في 2015 كنا بنحتل الدولة رقم 8 على مستوى العالم في نسبة انتشار السكر بسبعة ونص مليون شخص وفي 2020 احنا بقينا رقم سبعة فيعني احنا بنكتر انه بقى عندنا 15 مليون شخص الموضوع كله جاي من عادتنا الغذائية الغلط في البداية القصة كلها ايما بيزد على الموضوع ده نتكلم عنه النهاردة بنتخصية ان شاء الله بس موضوع السكر موضوع مهم لان تقريبا ما فيش بيت مصري يأخلوا من مريض سكر يعني فيش اسرة على الاقل فيها شخص او شخصين عندهم مرض السكر فده تعريفه انها بيرتفع نسبة الجلوكوز في الدم عن المعدرة طبيعية وده بيعمل امراض وبيعمل اعراض تانية في الجسم طب ايه هي انواع مرض السكر او الانواع الرئيسية مثلا من مرض السكر انا من قسم السكر لنوعين النوع الاول والنوع التاني النوع الاول ده وبيبقى مثلا طفل صغير مولود البنكرياس بتاعه ما بيفرس الانسولين فبالتالي الانسولين ده هو المسؤول انه يوطي الجلوكوز في الدم طيب ما بيفرس الانسولين فالجلوكوز بتاعه يكون عايد لا اسمه طيب وان او نوع الاول النوع التاني لا بيكون فيه انسولين كواس بس الانسولين مش عارف اشترك يعني انسولين كواس المستقبلات بتاع الانسولين نفسها مش هي لمش شغالة تمام يعني المشكلة مش في الانسولين ومش في البنكرياس المشكلة في مستقبلات الانسولين ولكن نلاقي اسمه نوع التاني يعني الإنسلين هو أساس السكر بكل عين بالضبط يعني غياب الإنسلين أو غياب فعالية الإنسلين هي دي اللي بتأدي لظهور مرض السكر وبرضو فيه أنواع تانية زي مثلا سكر الحمل ممكن بعض السيدات في بعض الحالة الحمل توصول بالسكر وبعد الأولادة خلاص يختفي فنسميه سكر الحمل تمام؟ النوع الأول كان زمان يقولك أي حد يجيله السكر وهو صغير يبقى نوع الأول وأي حد يجيله سكر وهو كبير يبقى نوع تاني لا لذلك بدأ يبقى يظهر موضوع السن ده ما عادش يعني النوع الأول مش لازم يجي للأطفال بس ممكن يجي لأي حد فيه ناس كبيرة بعد الاربين سنة وبيظهر عندها النوع الأول وفيه ناس صغيرة أطفال وبيجيلهم النوع التاني فهذا نوع اسمه مولي ونوع اسمي لايه ده بس هما النوعين دول موجودين يبقى نحن عندنا كم نوع؟ نوعين 5 نوع الأول والتاني وسكر الحمل والنوع الأول في الكبار والنوع التاني في الأطفال تمام؟ يبقى كده خمس أنواع من السكر موجودين عندنا طب إيه الأعراض المصاحبة لكل نوع؟ أعرف إزاي أنا عندي هذا النوع من المرض؟ أبدأ أشك إن أنا عندي أعراض سكر لما يبدأ دخول الحمام يكون أكتر من الطبيعي يعني البول بيزيد جدا ده في الأولى النوع الأول؟ في كل الأنواع بتاعته السكر الأعراض بتبقى واحدة اللي هي الأول حاجة بيخش الحمام كثير جدا ثانية حاجة بيكون بيأكل بشارة أكل بشارة تمام؟ وعلى طول يبقى منايشة في عزيز الشرمية لأنه طبيعي يخش الحمام كثير فهيحتاج يعود الميادي ومع النوع الأول بنلاقي وزنه فقد خاس ومع النوع الثاني بيتلاقيه تخن أو ذات الوزن فده الأعراض اللي تبقى مصاحبة لمرض السكر تمام؟ مفيش برضه أعراض تانية مثلا لسكر الحمل أو لأنواع أخرى من السكر؟ سكر الحمل بتبقى.. نحن عندنا متابعية الحمل تبقى كل ثلاث شهور بتروح للدكتور ومن الحاجات اللي بيسألها على طول تحليل معين بيطلبه منها فهو بيبقى عارفي عندها سكر حمل أو لا؟ طب دكتور جهاز السكر اللي هو متواجد في كل البيوت ده هل ده أنا أقدر من خلاله وأعرف أنا عندي سكر ولا لا؟ ولا هو فقط للشخص المفاب؟ لا خالص لا يمكن عشان مثلا أنا انفعلت أو زعلت وجيت إيس السكر بتاعي عالي هل كده أقول أن أنا عندي أن أنا مريض سكر؟ لا عشان إيس السكر لازم توفر في بعض العناصر من أهمها طبعا أهم تحليل هو اسمه السكر التراكمي لازم أن يكون أعلى من مثلا ستة أو أربعة من عشرة عشان أقدر أقول إن ده مريض سكر ولازم يكون ظاهر علي أعراض من أعراض السكر اللي هي زي نحن نامن شوية بيشرب كتير بيخش الحمام كتير بيأخر كتير تمام؟ وسواء كسب وزن أو خسر على حسب هو أنهي نوع كمان لازم أشوف السكر بتاعه أكتر من مرة ويكون مثلا لو هو فاطر أعلى من 200 ولو هو صويم يكون أعلى من 140 لو العناصر دي توفرت أقدر أقول إن ده مريض سكر غير كده ما أقدرش أن أقول إن ده مريض سكر على شكة واحدة بس جاز البيت ده يكون لمتابعة مريض السكر مش لتشخيص من خلاله مش لتشخيص السكر تمام؟ طب إيه أكتر المسببات اللي ممكن تسبب مرض السكر عشان نتجنبها؟ نرجع للأسباب فنقول مثلا إن النوع الأول اللي هو البنكرياس نفسه ما بيفرس إنسولين ده ما بيبقاش الشخص اللي هو دور فيه أول إن ده بيكون مرض جيني أصلا يعني موروث غالبا بيكون نوعه رافي أما النوع الثاني فالنوع الثاني ده بيجي عندنا إحنا هنا في مصر من سوق التغذية بتاعنا أنا لما بيكل أكل دسم أو أكل فيه كاربوهدريت كتير نشمات كتير وده أغلب أكلنا ده إحنا بنكل أكلنا رز كتير عيش كتير دايما كده فتأكل نشمات علي قوي فتقوم ترفع الإنسولين قوي في الجسم عشين يمتصها ويخزنها فكل مرة أنت بترفع الإنسولين ترفع الإنسولين ترفع الإنسولين ترفع الإنسولين المستقبلات بتاع الإنسولين ما عادتش بتستجيل زي زماني فده يعمل حاجة اسمها إنسول رزيستنس أو مقاومة إنسولين اللي بعد كده هتعمل لي نوع تاني من سكر فأنا لو أكلي من الأول ما بيرفعش الإنسولين كتير مش هيحصل لي نوع تاني من سكر زي مثلا الطفل اللي هو كان بيغرق وكل شوية يقول يلحقوني يلحقوني تمام هي نفس القصة كده كل شوية يطلع الإنسولين عالي قوي يرجع يطلع ويرجع يطلع ويرجع فده يخلى استجابة الجسم اللي هو أقل ما عانش بيستجيبلك زي زمان ما عانتش لي فيه حساسية الجسم الإنسولين ما عانتش زي الأول فده اللي بيخلي بعد كده أن يحصل عندي نوع تاني من سكر يبقى هو أصلاً قايم من عداد غذائية غلط اللي هو النوع التاني من سكر طب أنا ممكن يكون عنده وراسة يعني هو جائره من الراسة في العيلة بس اللي خلي أعراضه تظهر هو برضو سوق التغذية سوق اختيارك لأكلك عشان كده أصلاً علاجه أنك تظبط أكلك طبعاً حددك تقول لنا كده برنامج غذائي يومي لمريد السكر من الفطار لحد العشان خلينا نقول مريد السكر الأول نقسمهم كده هو بيأخذ علاج أو لا نحن عندنا قاعدة اسماع قاعدة 50% في مرضى السكر يعني احنا منقول إن لو مئة شخص عندهم السكر ف50% منهم عارف مشخص تمام و50% من العارفين دول بيأخذ علاج يعني 25 شخص بس بيأخذ علاج و12 شخص بس منتظم على العلاج بصورة كويسة اللي هو 50% كمين ومن الـ 12 شخص دول 6 بس بحقين التارجت اللي مفروض يعملون فنيجي احنا من المئة شخص فيه 6 بيستجيبوا للعلاج كويس مفهوم يبقى قصة السكر عندنا لا فيه كتير عنده السكر وهو مش عادة 50% تقريبا من الناس اللي عندها السكر فيه 50% تانيين يعني هو مرض سهل إن الواحد يقدر يتعايش معي وحتى مع عارفين طبعا طبعا وهنتكلم دولتي عن تغذيته بالتفصيل يعني خلينا نقول النوع الأولاني اللي بيأخذ علاج غالبا بيأخذ انسولين وده بيكون له جرعات أكل معينة بعد الجرعات بتاعت الانسولين عشان ما يخرش في هبوط لان لو السكر عالي دي مشكلة لانما لو السكر واطي دي مشكلة كبيرة جدا يعني أنا خاف دايما من الهايبوغليسيميا اللي هي ناقص السكر عالم خاف من الهايبوغليسيميا تمام؟ دي نقطة فبيبقى له بعض ما بيأكل حاجة اسمها كارب كاونت دايما بيأكل فتور وفيه سناك بعده ويأخذ الغداء وفيه سناك بعده يأخذ العشاء وفيه سناك بعده يعني بيأكل تقريبا 6 مرات ده النوع الأول ولازم أن أكله يكون فيه الأكل محسوب على جرعات الانسولين الأكل محسوب على جرعات الانسولين ده اللي هو النوع الأول ده أصلا علاج الانسولين بس أما النوع الثاني لأ النوع الثاني ده من الأول خالص ما بيبدأش بانسولين لأنه كانتش مشكلة في الانسولين هو عنده انسولين كويس ومشكلته في المستقبلات ما عادتش بتستجيب ماحتاج حاجة بس تنظف المستقبلات دي عشان تبدأ تشتغل وتقلل النسب الإنسولين لعملتها على دي تمام؟ فأنا عشان أعمل كده لازم أضبط الضيب بتاعه الضيب بتاعه ده لازم يعتمد على نوع نشويات قليل يعني النشويات بتاعتها كومبلكس معقدة مش النشويات البسيطة زي دي لا بيضو الحاجة دي لأ لازم يأخذ حاجات كومبلكس عشان الحاجات الكومبلكس دي أو المعقدة النشويات المعقدة دي تأخذ فترة عشان تمتص فبالتالي مش هترفع الإنسولين وضحت؟ فهي ده من أهم الفاكتورز بتاعته نقسم الأكل بتاعه أو الطبق بتاعه لازم يكون 30% جرينز اللي هي الحبوب الكاملة و30% فايبرز و20% بروتين و20% فاتس بس هلتي فاتس تمام؟ هو ده اللي احنا بنقسم طبق بتاع مريض السكر على هذا الأساس ده برضو بيعتمد على سناكس كتير لازم برضو يأخذ سناكس طول النهار لحيث ان هو ما يجوعش لان المريضة بيقى عنده شرح للأكل اللي هو من كتنى أعراض واصل مريض السكر ان هو بيأكل كتير تمام؟ فلو مثلا هنتكلم عن وجبة صحية له واجبت له مثلا في الفطار هيكون عندنا شوفان عندنا جرينولا عندنا ممكن بطاطس عندنا عيش أصمر أو توست أصمر الحاجات دي كلها تكون أساسية معاك مصدر النشويات في الفطار مصدر البروتين اللي عنده ممكن يجبنا قريش جبنا لايت ممكن يكون عنده بيوت بيض أي حية ما دي هتكون كويسة جدا معنا في الفطار تمام؟ ويأكل بقى مصدر مثلا لو جبنا قريش يحط عليها زي زاتون مثلا كمصدر دهون كويس أو يطفي مثلا في سمنة بلدي الحاجات دي هيكون أفضل لكتير تمام؟ معانا مدخلة من أستاذ علاء من الجيزة ألو سمع عليكم عليكم السلام لا سمعت يا دكتور أنا من حوالي ثلاثة أيام رأي أفضل سكر تمام؟ كنت صعيم تمام؟ لأيته مية وعشرة مم الدكتور السيدالي أعلي لازم أن تكشف أي حاجة مثلا هذا سكر يستطيع التكشف عنده مم وبعدين الثمانية وعشرين وكاس السوائر نحيف وزن سعيدات ٥٨٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سعيد مم أشرا بكس? لا أتتت أن يكون في السورل فلوق في مم محتاج أن أشرب ماتي يجب أن أفضل ناشط طيب انت كان وزنك كام قبل يعني من سنتين مثلا كان وزنك كام كان مثلا من 65 ودلوقتي 55 دلوقتي 38 طيب انت هتروح لدكتور بس او انت رايح لازم تعمل تحليل سكر تراكمي وحاجة اسمها سي بي بتايد الاول تمام تمام وتروح لدكتور لغضة سماعة عشان يشوف التشخيص بتاعك تمام تمام ماشي بس يا دكتور الاعراض اللي انت قلت له اشرب المية دخول الحمام الحاجات دي ممكن طبيعية كله بيعملها لا بس مش طبيعي ازاي لما تزيد عن يعني امت اعرف بقى ان هو بدأ مش طبيعي مثلا ان انا في العطش ان انا اصحى من النومش انا العطشان بنائم عادي لا في ناس بسقوم انه يبقى عنده مرض اي حد كده يبقى عنده مرض السكر يبتدي يشك انه عنده مرض السكر مرض السكر جاي اصلا كلمة ديابيتس مليتس دي جايه من مليتس دي يعني سافون يعني كان انايس ودايابيتس دي معناها في اللاتين سافون من كتر مكانه بيخش الحمام فهو اللاتين اخدوا الكلمة وحطوها كده تمام ومليتس جايه من السكر يعني هو اسمه البول السكري لانه بيخش الحمام كتير جدا فبالتالي بيعتش كتير جدا وبرده مش طبيعي ان انا وانا نايم اقوم من نوم مخصوص واكتر من مرة مش مرة واحد بقى اقوم اكتر من مرة اخش الحمام واقوم اكتر من مرة اشكت فمعنى كده لأ دخول الحمام مثلا لو من ثلاثة لأربعة لخمس مرات في اليوم ده طبيعي بتاعي بقى فجأة بقى عشرة يبقى كده ابدأ اشكت هل في علامات اخرى مثلا بتظهر على الوش على الجسل من خلالها مرضوكتك؟ طبعا الخاسسان هو حالها منصلا بيكلم ان هو خاس قوي مرة واحدة او زيادة الوزن ممكن او زيادة قوي مرة واحدة في الفترة دي لازم ان تبقى عارف ان فيه مشكلة هرمونية في الجسل فيه هرمون اختلف بتشوف بقية الاعراض يعني في الاول طبعا مضيطة للسكر لان تحديد السكر ده تحليه بسيط ايه هو راح هو صايم لقى سكر مية وعشرة لقى ده طبيعي ترمد تحت المية ستة وعشرين ما بقى لقى شيء قوي اوه انما موضوع الخاسساني المرة واحدة ده ممكن يبقى حاجة تانية من كتبه وضو دركية ممكن يبقى سكر فلازم انا افصد بينهم بعمل تحليل دي اوه عشان افصد بينهم اه معانا مداخلة هاتفية من مادام وثام ايوا السلام عليكم عليكم السلام اتفضلي من فضلك يا دكتور انا في مرحلة رضاعة وبجيلي اعراض كده غائبة ببقى واكلة والسبعينة بعديها ساعة بضبط بحس ان انا بعت سجأة وابدأ اتراعش ومش قادرة تكلم ومش قادرة تحرم اللسانك بيبقى ناشف ولا حاجة لا تمام طيب انا كواب شكرا لحضر اه في العادي اصلا الستات اللي فترت الرضاعة لازم تعلي سعراتها لان الرضاعة دي بتحرق منها سعرات كتير البيبي بياخد منها غزة كتير فما ينفعش سعراتها تكون اقل من 2700 سعر وده رقم كبير فهو مثلا هي الست عاملنا في مصر بعد ما بتخلف بتكون عايزة تنزل في الوزن بسرعة فبتبدأ هي من نفسها تقلل اكلها وده غلط غلط عليها وغلط على البيبي هي المفروض اكلها هيكون كافي ليها وكافي لابنها حتى نزول الوزن في مرحلة الرضاعة بيكون بسيط بيكون بكميات قليلة ما بيكونش بكميات علي يعني مثلا ممكن تخسرها نص كيلو بالكتير في كل اسبوع فهي مشكلتها اه عادي عادي خالص انك تحس بجوع بعد ما بتردعي اه طبعا لان انت لسه مطلع غزة من جسمك ومحتاج غزة تاني وتتغذي كويس طب تمارس الرياضة بشكل لان فعلا بيبقوا بعض الخلف عايدين يخسوا بشكل سريع اه فازايت مثلا تعمل ايه الرياضة المسموح انها تقوم بها بعد الخلف احنا لازم لازم نشجع رياضة المشي المشي ده على اقل تلاتين دقيقة في اليوم وتلاتين دقيقة متصلين في الشارع على تريدمين المشي انما ما يبقاش انا اصلا بمشي في الشارع في الشغل قصدي او بتمشى في البيت لا ده ماشي تمشي 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 عن جراضة تريد او باخد ازازة موية مثلا وانزل تمشي او انزل الجيم هتمشي على مشيه ده اقل حاجة تقدر تعملها وهتفيد معها جدا حتى طب بالنسبة للمريض السفدكر بشكل عامي الرياضة تبقى مجممة جدا بالنسباله طبعا عندنا حاجة اسمها الـ ADA اللي هي الـ American Diabetes Association دي بتريكماند ان انا لازم امشي لمدة نص ساعة او بيقولوا 150 ديئة في الاسبوع لازم على اقل لمريض السكر يتمشي او يعمل رياضة لمدة 150 ديئة في الاسبوع تمام؟ برقم واحد دي حاجة مهمة جدا ويحافظ برضو على شرب المياه بتاعه دي حاجة مهمة جدا جدا بالنسبة للمريض السكر طيب اي تاني المجهود اللازم يعمله لازم يقوخي باله ان هو لو عمل مجهود زيادة عن اللازم السكر في جسمه هيهبط هيقل فممكن يخش في هايبو جليسيميا في ايه عامل حيث هايبو مثلا عن نازلت ماشى ومعايا مثلا كوبية عصير او علبة عصير عشان لو هبط ألحق نفسي ما خشش في غايبوبة مثلا عن حاجة ذكر تمام؟ معانا متصل مين؟ الحج رجب من القصور السلام عليكم أستاذ الرحل السلام تحياتي ليك وتحياتي بالدكتور وتحياتي بالدكتور تحياتي بالدكتور شكرا لحضر بالنسبة للدكتور انا ليه ثلاث اربع سنين رجلي ديه تخن نار اليمين واشتمال حللت سكر مفيه سكر ولا اي عاية وحللت يوري هزك تضع سبعة فانا مع رفس السخانة دي سخانة ليه اربع سنة انام خالص والله اسفزرنا فيه وجه على السخانية دي سخانة سخانة فضيعة جدا مخاليش اعطها في جرد المياه نسجع حتى لذات دي عليها اربع سنين ملاقلهاش ولا اي عاية يا دكتور دي اسمه فاسكولايتس او سليولايتس فالازم تشوف جراح اوعية دموية اه اوعية دموية اه اوعية دموية او اوعية دموية او مناش عرقة بالسكر يعني؟ مش قدم السكر لا هو ما عندوش سكر شكرا لحضرتك جدا طب يا دكتور هل ضعف في الاعصاب؟ مثلا بنلاحظ ان ورد السكر لما بيصلوا للمراحل متأخرة ممكن يفقدوا نظرهم او بيحصلوا لهم ضعف في الاعصاب هل دا له علاقة يعني ايه علاقته بمرض السكر؟ خلينا نقول ان السكر لما بيعلى بيبقى فيه دايما للجولوكوز يعني الجولوكوز في الدم عالي قوي دمو مسكر زي ما بيقولوا كده بيبدأ يتلزق مع الهيموجلوبين تمام؟ الهيموجلوبين دا اللي هو الحاجة اللي محطوطه جواه كراز الدم الحمر بتعمل في الاوعاية الدموية خلل الاوعاية الدموية الصغيرة قوي اللي بتغذي شبكية العين بتغذي الكلة وبتغذي الاعصاب فبتبدأ يظهر عنده ثلاث مشاكل هنا مشكلة اول حاجة بيبدأ يحصل عنده مثلا سكوتهومة او بقع عصودة كلا بيفقد جزء من الرؤية بتاعه لان الاوعاية الدموية المغذية للشبكية بتبدأ تتأثر اوعاية الدموية الدقيقة دي لأول تمام؟ طيب ويبدأ موضوع البول نفسه بكتر ما بينزل كتير في البول سكر دا بيأثر على الكلة وبيجهده فيبدأ كمان ما لايش ان الجولكوس بس اللي بدأ ينزل ابدأ لايه ان كمان بروتينات بدأت تعدي وتنزل في البول فكلا يبدأ حصر كمان عنده نفروبيتي او مشاكل في الكلة تبقى تالت حاجة الاعصاب الاعصاب برضو فيه اوعاية دموية بتغذيها عشان تبدل شغالة فالاوعاية دموية دي كتير دقيقة جدا وتتأثر بارتفاع نسبة السكر في الدم بس دا ارتفاع على نسبة طويلة عشان كده دايما بنقول له مريد السكر عينك واعصابك وكليتك اهم حاجة يعني هو دوريا كل ثلاث شهور لازم يروح يعمل تحليل بول ولازم يعني الفحص قاع عين ويتطمن على اعصابه يعني ما يلبس مثلا شوز ديق لانه ممكن ما يكونش حاسس ان الشوز دايق عليه ما بيبقى الاحساس في الاطراف ضعيف وكل ما كان السكر بتاعه منتظم كل ما ما تعرضش للمشاكل دي يعني انت زكرك كده زي واحد صاحبك انت هتدايق وهيدايعك مش هتنتظم معاه هيبدأ يحط لك عصار جانبية اكتر عليك فعشان كده احنا دايما بننصحهم كد بالك السكر دايزق تصحبه ويصحبك هو مرض مش هتعالج منه تماما اه انت تتعايش معاه تتعايش معاه انك ممكن تقلل ادويتك بتصبيت اكلك ممكن تنتظم في ادويتك نفسها فمش هيزعر عليك اعراض انما لو انت مثلا مش في الماغك ودايما يعني عندنا ستين في المائة مش عبر مصري حب الاكلاوي خلينا نقول تسعين في المائة مش عبر مصري حب الاكلاوي خصوصا مرضى السكر لانه زي ما قلنا الاكل نفسه كان مسبب لمرض من سكر نوعي تاني بيجي بيقى عند شرافة الاكل رهيبة وبياكل كتير جدا ومتقدر تنصحه انت بتعميله ده غلط لازم تزبط اكلك مع سكرك لا انا هياكل وخلاص وزيتل بقى الحاجات المسكرة قوي الحلوات الشرقي والحاجات دي والنشويات الكتير قوي ده اغلى بالنسبة بتبقى فاكرة ان المشكلة في الزيوت او الدهون بس انا باكل اكل مسلوق لا بس بتاكل حلة رز مش تبقى رز يخش جوه الكبد والكبد بيبدأ خلاص بيخزنها فين؟ بيخزنها دهون يعني النشويات نفسها بتحاول لدهون؟ اه بتحاول دهون فعشان كده مشكلته مش ابدا في الدهون بس اللي بيأكلها لا مشكلته في كمية النشويات اللي في الضيب بتاعه وكمية العادات السيئة اللي هو بيعملها في اكله السلوم كمان له مدخن فيبدأ يعرض نفسه المشاكل اكتر فموضوع بيبقى عندنا كتاستروفك او كاريسي فالموضوع كله قيم على لايفستاي موديفكيشن لو انت عدلت من نمط حياتك لأ انت شجر فيه بعد كده او انت ضيبتك فيه بعد كده معانا مدخلة من استاذ يحيا السلام عليكم عليكم السلام السلام زي عدري في استاذ عملي الحمد لله ممكن لست افسر من الدكتور عن حاجة بس اتصدق بدلتنا يا دكتور انا ولدتي من 8 سنين تقريبا جالها الدكتور تمام فضلك مرشي على ربس معينة تمام ودكتور راح جايب حولها في اول 2020 اللي احنا فيها انت شهر واحد قال لها انت لازم تخشي على الانسولين على ايه بغاية ماشي انسولين او تمام حولها تلاتين بالنهار وعشرين تقريبا بالليل تمام من شهر كده فضلنا ماشيين تمام شهور ومن شهر راح جاي دكتور تاني اللي احنا كنا انت بهم على اول قال لها لا الانسولين ده نزل معك جامد وهو اللي عمل ديك الخاسطة اللي انت فيه وقفي الانسولين فجأة ومشي على الارض احنا متلاغباطين مش عارسين نعملو ايه طب هي السكورة التراكمي كام؟ مش فاكر التراكمي بس هو كان اخر تحديق عمل لها اللي كان صايم وفاطر كان كويس يعني كان ماتين وعشرة وكان صايم كان تايبا حوالي مئة وتمانين او مئة وتمانين او مئة وتمانين بص هو ترمع الوالدة النوع التاني من السكر فهي محتاجة تزبط يعني الاورل او الادوية اللي هي للحبوب دي كويسة ما فيهاش مشكلة بس محتاجة تزبط كمان اكلها مع الموضوع ده عشان هيفري معاها جدا اما اعتمدها على الانسولين او لا او لو انت لقيت ان التراكمي بتاعها معدي لعشرة فهي او لازم انسولين لفترة او لغاية لما يتزبط تاني ممكن توقفه يعني ممكن انا هو في الانسولين او الانسولين ما بقاش مادل حقيقة هي مشكلتها في الانسولين هي مشكلتها في مستقبلات الانسولين تمام عشان هي كده يعني ببساطة كده ايوا لازم تشوف التراكمي بتاعها لو اقل من عشرة تمام هي مش محتاجة انسولين اكتر من عشرة لا هتكون محتاجاة ربنا يا بارك لازم افكرين شكرا محمد زي ما بنقول دايما ببساطة كده عشان ببساطة للشعب المصري النوع التاني ده مش مشكلته ايبدا في الانسولين مشكلته في المستقبلات المكان اللي انسولين بيشتغل عليه صده من كتر ما انت بتطلع انسولين صده معادش بيستجيب خالص فانت هتجيب صنفرة كده وتصنفر الريسبتور ده او تصنفر المستقبلات دي هيبدأ الانسولين يشتغل تاني مشكلته هو بياخد حبوب الحبوب دي بتصنفر وقصة الانسولين انت عملت رفعه في اكلك مرة واحدة بتطلع نازل بتطلع نازل بتطلع نازل ده لو خليته ماشي بمستوى حين كويس كده مش هتجهد البنكرياس وفي نفس الوقت هتخلي المستقبلات تجيب احسن فعشان كده حسن اكلك حسن للضايب بتاعك وابعد تماما عن النشويات البسيطة زي الدقيق الابيض دي الابيض ده هو سميه الصم الابيض لما اريد السكر تمام؟ يعني ما ممكن يأكل سكر ويأكلش دقيق اما يبعد عن الحاجات دي هيرتاح جدا يعني مثلا معلقة السكر الابيض اللي دايما اول محد يجي له سكر يقول لأ ما تاخدش حاجة فيها سكر لأ ما اسموح لبصلا بتارت معلقة في اليوم عادي السكر الابيض ده مش ضرر زي مثلا رغيف فينه طويل كده بيوم واكله والرغيف ده فيه سكر اكتر بكتير جدا من سكر نفس البيض تمام؟ اه فهناخد بالنا من الموضوع ده ناخد بالنا من اكلنا جدا مع مرض السكر معانا مدخلة هاتفية من استاذة بوليل سلام عليكم عليكم السلام ممكن نكلم الدكتور اخضر دكتور معيك سلام عليكم الدكتور عليكم السلام بس عادة اسأل حضرتك شوات تحتضر خضر العراض السكر الناس بتقول يعني نازم ما تقولش انا باكل كتير باكل لحوم باكل كشري كتير وفي الناس تقول لا ده عراض السكر بتتعب من كترة لحوم والحاجات ايضا بس انا ميال ميال اكتر للحلويات للحوم للكشري احكين ما شو الله ولو قدت عن السكر اعطينا مكانك الحلويات تتعب وفيه عصاب وعصابر ازاي تعباني شوية عصابك تعباني شوية بتحسب خدلان فيها وتنميل اه خدلان وتنميل تمام اما انت عملت تحليل سكر قريب يا والله يا خايف احلل يقول لي يقول لي عندك السكر يزدمن طيب طيب الحل المنتطمن على نفسنا كده الاول والله يا خايف يا دكتور بص هو انت تبعد عن يعني قلق ماشي ما عنديش مشكلة في الكشري الكشري مش وحش طمام؟ اللحوم برضو مش من الحاجات اللي هتضرك قوي هي ممكن تعليلك اليوريك اسد انما مش قصة سكر انما الحلويات دي بتعمل ايه في حياتك ما تاكل فواكه طبعية حتى لو قدت فواكه لازم حلويات يعني خليها قطعة صغيرة يعني خليها عندك قطعة مثلا كل يوم ما تبقاش كيلو بسبوسة قطعة بسبوسة صغيرة كده كل يوم ما فيش مشكلة انا كيلو البسبوسة بيكفن الزبوات ايه؟ ايه؟ كيلو البسبوسة بيكفن الزبوات ببيتكم على الزبوات ما شاء الله ده انا بديها مثال بس لا خفف شوية في الحلويات واعمل رياضة يعني انزل تمشى كل يوم ساعة لو انت صحتك كويسة معيني ما شاء الله انزل جيم اه اتحرك شكرا يا دكتور ماشي مستير حضرتك انا ايه دكتور فعلا فيناس كتير قوي بتخاف انها تروح فيفجأ انهم عندهم السكر وكده يعني عايزين حضرتك تقولهم كلمة كده تشجعهم هو الافضل ان انا اعرف دلوقتي المشكلة واعالجها من دلوقتي ولا ان انا سيبها واجيلي بمضاعفات يعني اول حاجة فيها هنقسم المرض نفسه في مراحل ممكن مرحلة ابدأه قبل ما يحصل وممكن امنع مضاعفاته وممكن امنع يعني بعد كده بتبقى المراحل بقى متأخرة خالص ففي البداية خالص انا لو لسه في المراحل الاولى من السكر في المراحل الاولى خالص اقدر علجه تماما يعني لو واحد مثلا جاي السكر التراكمي بتاعه خمسة ونص ستة ده لسه ما بقاش ضيبتك لسه ما بقاش عيان سكر ده يعرف تعالج اي تعالج عادي خالص ويرجع ولا كأنه كان عنده مشكلة بس ده راح تطمن على النفسه بقى تظهر عليه اعراض فراح عمل تحليل سكر التراكمي والتزم بالكلام بتاع المصايح بتاعه فخلاص ده بيكون شخص كويس بعد مثلا ثلاث شهور في حد مثلا بيجي السكر التراكمي بتاعه سبعة ونص ده خلاص ده بقى عنده سكر ده شخص مريب سكر ده بنبدأ ان نزبط له شوية أكله وأدوية فترة وبعد كده خلاص تعالج وبيبدأ يزبط ممط حياة إنما الناس اللي مش في دماغها هو يبدأ لولك خلاص عصلا مش هيعيش أكثر من اللي عيشته والكلام ده بيجي بقى بمضاعفات بيجي مثلا مشكلة كبيرة جدا في الكلا مثلا فشل كلام بمرة واحدة يعني أكثر المضاعفات اللي ممكن يصدينها مرض السكر ما احنا نقول عينك هتروح عصابك هتروح عين عين وبعد كده عندنا الكلا برده العين مفيش أغلى منها مفيش أغلى من ان البصر بتاعه يبدأ يشوف النظر بتاعه يضعف جدا وبعد كده ممكن يبقى عنده بلاكاوت ما يشوفش خالص ده من الحاجات مشهورة جدا مع مرض السكر كمان موضوع الكلام الفشل الكلاوي أغلب المرضى في مصر بيعينه من الفشل الكلاوي بسبب السكر السكر نفسه بيعرضك بعد كده للإصابة بأمراض في الشرعين والأعويات الدموية ده مشهور جدا كارديو فاسكول ديزيز كلها بتحصل من الدايبيتس طيب كمان نروح على الأعصاب مشكلة التنميل والمفاصل واجع رهيب بيصحيم النوم بسبب الأعصاب اللي بتتأكل أو ما عليش بيحس بيها كويس بسبب السكر فأنت في غينة عنده كله إنك من الأول في الظبط سكر روح من خلال الأعراض اللي حضرتك قلت عليها دي بالظبط والتحليل السكر التراكمي من الحاجة يعني انت لو رايح هيادة وشاكك عشان ما تروحش للدكتور يجعك تامل تحليل وتروح تاني لا روح على طول معك سكر تراكمي واسيبي بطايد وسكر صليم وفاطر وروح طامن على نفسك عادي ده روتين ممكن عادي الناس اللي مثلا متقدر لأربعين سنة أعمل كده كل ست شهور أو كل سنة على الأقل مرض أعمل كده طامن على نفسي طيب يا دكتور برضو عادي نتكلم في الدايت بالنسبة للسيدات المريضات بمرض السكر بيخافوا برضو من اتباع الدايت إن يؤثر عليهم ويزودوا المرض وكده يعني أول حاجة من السكر بيكون أقل في الستات دايما الرجالة اللي بيجي لها السكر أكتر عرضة آه اللي أسفت أنا أقول الستات بيبقوا يعني محمين شوية في قصة السكر بس لو جالها السكر تعرف هي تتعامل طبعا تعرف تتعامل طبعا زي ما قلنا الست بقى المصرية عندنا عندها مشكلة قلة الحركة هي شايفة إنها لو قامت طبقت وعملت الأكل هي ده المجهود اليومي اللي عملتها لا ده ما بتحسبش هي لازم تحافظ على تمارين يومية في البيت تنزل تتمرن في الجم أو الزنب أو الحياة دي ممكن تعملها ممكن تنزل تتماشى ساعة أو نص ساعة في اليوم ما تكتفيش بس بالنشاط اليومي اللي هتعمل في البيت بس لا نزل يتحرك ده يفرق معانا جدا جدا في تحسين الدورة الدموية بتاعت الرجلين لاحصلش المشاكل بعد كده في معدل الحرق نفسه ما هي كده بتتماشى بتحرق صورات وبالتالي بتخلي جسمها يستقبل أحصل وهتخص على ده ونزول الوزن عموما مع مريض السكر هو من أحد أسباب علاجه يعني هو ينزل الوزن الأول عشان يتعالج بالضبط والجرعات ونفسها هتهدى وبعد كده تبدأ الجرعات يديت إيه اللغات لما ينتهي خالوا معانش ياخد أدوائي معاني مدخلة من أستاذ عمر أستاذ عمر هاي يا فنش مرسا مخير ساع النور أي والله بتتعال ستفضل من حاجة من دكتور بعد تتفضل احترام الحرق ديك اتفضل السلام مخير يا دكتور ساع النور والله فنش مخير جديد تعلم سلام حير وتابعت الله يسلم على دكتور وتابعت مع دكتور وتابعت مع دكتور وقال لي اتباب لي على الجامعة دي وعملت التحليل تراكومي كل حاجة تمام بس كان عندي سكان الضوط عالية بس لدرجة هنا كل سبعمية وحاجة سبعمية وحاجة؟ اه صراحة والغطة عملت تحليل الغطة تمام وعملت تحليل الغطة تمام قد تحليل الغطة تمامك شاعر جد بس تقشمل لانشيش معاى طب سكرك التراكومي كام؟ وانت عندك كم سنة؟ انا عند ربعط ritmond طب سكرك التراكومي فاكر رقم كان كان؟ عند ربعط Terakumi ايه السكر التراكومي بقى كان كام؟ والله انا نفاكر التراكومي بس كان يعالي جدا ما هو عالي جدا ده انت محتاج اول حاجة ثبت اكلك كويس جدا انا يعني انا قولي تقولك كم كده انا هقولك دلوقتي هي واجبات يومك ممكن تدرشية ازاي كلها اتبع الاكل ده نودي تلات شهور وعيد التحليل الموضوع هيبقى معاك احسن كتير لان او على البرشان بس او على الدول اللي هو الورل بس ده هيكون قليل يعني مش طعف تزبط بيسكورك بس لازم اكلك تزبط مع الاكل مع الدول اتبع معاك ها قال لي لأ انت تدل بكام الشيء معاك اتبعت ان انت بتحب كتير وتوزني وكذا احولsın ماذا سمعك ويره اه ممكن هاي لأ لأ لا اتي قد فادي هو كده احولني انتدينة اللي هنجرب الانتدينة ومسحشة لنا تمام انت انت شخصا اكيلي يعنى صح؟ اه باكن اكيل حلويات ونشويات كنلسامدر تشاكتي لا 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 الحلويات ده يتسيب باكن لكم انتدينة اه عه لانتدينة حسنو جب معاك فالانتدينة حسنو جاب معاي ما هو أكيد، أكيد لنصير لنزم يكون حل لك يعني طيب تمام شكراً لنحضر لك أي هو أكيد يا سموين؟ ماشي طيب بص، هقول لك درقتي لازم تأكل ست مرات في اليوم لازم أكلك يكون ست مرات بس يكونوا متقسمين يعني ما يعديش ثلاث ساعات، يعني ما يعديش عليك أربع ساعات من غير ما يكون وكلت واجبة في يومك تمام؟ هتفتر وديه واجبة مهمة جداً وفتارك زي ما قلنا من شوية، فينا شويات زي طست راسمر زي العيش لسن مهم يكون في يومك مهم يكون معاك بيض جمنة قريش وقفول، الحاجة دي يكون مهمة جداً في طبقك تبعي تماماً على المقلي في الفتار، خلاص؟ ممكن كوباية لبن بعض الفتار مثلاً بساعتين، كوباية لبن ومعها صمرة، أو علب الزبادي ومعها صمرة، ده مهم جداً لك طيب، تخش على الغداء، ومهمة برضو زي ما قلت لك أنك ما تعودش مثلاً عشر ساعات ما تأكلش، لا، ما يعديش أربع ساعات غير لما تكون واكل، وده مهم جداً لمريض السكر طيب، بعد أربع ساعات مثلاً، أو سوري، بعد ثلاث ساعات، هتتغدى، الغداء بتاعك، أسم تبقى كده نص خضار، نص خضار، أيما خضار سلطة، نصب قفص منجر، أكل ثلاثة، ربعة، ثلاثة، ما أكلش قفص طين، يبقى الموضوع يبقى أحلى الكمية، ممنعوش من حاجة هو، بس ممنعوش غير من المقلي، المقلي لا، والنشويات اللي هي البسيطة زي البيض والحاجات دي والعيش اللي فينه والكلام ده لا، تمام؟ هياخد نص الطبق نشويات، والنص التاني هيقسمه شوية بروتين، والشوية اللي بقين نص الطبق خضار، زي ايه مثلا، يعني كلموا، قلوا من مثلا لحمة هنا، رز هنا، خلو، مايش، هل أنت تجيب الطبق العادي بتاعك، الطبق بتاعك هتقسمه، قلنا حطنا خضار، أو خضار ده زي الفصولية، اللوبيا، كوسة، سلطة، خضار سلطة، أي ده كده نص الطبق، وبعد كده ربعة الطبق بس هيكون رز، وربعة رز أو مكارونا، أو عيش بلدي مثلا، والنص التاني هيكون ممكن فراخ، لحمة، ولو يفضل أنت تاخد مثلا، تخليك في الصدور أبدا عن الركش أو الأجنحة، طبع على السمك جدا، ولازم يكون أخد مرتين في الأسبوع سمك، على الأقل، بعد الغداء بساعتين، يأخد أكل تاني، يعني مثلا ممكن مكسرات لوز أو حموص، سوري، لوز أو فصدق، حاجة من كده يأكلها، كحفنة مثلا صغيرة، وعلى العشة بتاعه يأخد زي الفطور مثلا، ممكن يخلي زي الفطور بزبط، يأخد مثلا طبقك في شهر صغير، يبقى كده هو محرمش نفسه من حاجة يكل كل أكل تقريبا، أيوة، المكسرات يأخدها بكميات كبيرة؟ لا، لا، حفنة هي من الحاجات الصحية جدا، أيضا مشهورة أنها غلط، لكن مع مريض السكر حاليا بنقول له يشربها عادي، الشاي، الشاي من الحاجات التي تقلل حدوث السكر، الشاي الأحمر حتى مشتررت الشاي الأخضر، الحاجات الكويسة، كوباية القهوة في اليوم، حاجات كويسة جدا، البروتين مثل العطس والحمص، هذه حلوة جدا لهم، لمرضى السكر، فيركز على هذه الحاجات كويس، سيبدأ الجسم يستجيب أحسن معانا مدخلة من مؤيمة السلام عليكم عليكم السلام حبيبتي، ممكن أن أتواصل مع الدكتور بعد إذنك؟ فضل بصي حضرتك، أنا مريض السكر، لكن أنا لم أخذ أنسلين، أو أقراص، أو أي شيء خالص، فأنا بدل حاجاتي كلها، أخذ فيتامينات، يعني اللي هي بي واحد بستة بيت مصر لدعي لذكر أسماء الأسواب كده، هل هو دعي عوابني مكان ده؟ أو إيه؟ طيب أنت مزبطة أكلك أصلا؟ أولا إيه، حضرتك مبدئيا، أنا بحاول أن أخذ النشويات خالص، بس تعمل الفواكه والخضروات أكتر من النشويات، بس أنا لما كنت بأخذ الأنسلين، والعلاج الثاني كان بيجيني غيبوها، وبعنفس أن أنا أخذ الجرعة، وبعنش أخذ كده، فحسن كده أنا بطلت كله، وبأخذ دلوقتي البيتامينات ماشي، الفيتامينات مش علاج، هي الفيتامينات حاجة مقوية لك، ما فيهاش مشكلة، إنما أنت حاليا، آخر مرة حللتك الرقومي كان أمتى؟ حضرتك من فترة كثيرة، لما أنا كنت تعبت وحسيت أن أنا بحضت ومتقدرة أن أنا أذبت الجرعة بتاعت الأنسلين، فأصدرت أن أنا أخذ الفيتامينات زي ما قلت لحضرتك، اللي هي بي واحد، بي ستة، بي ستة، بي ستنوطر، تمام، تمام، فهمت، وصلت، حضرتك كل ثلاث شهور على الأقل أو كل شهرين، لازم تعملي تحليل كده تتطميني بيه على نفسك، تمام؟ لازم تتطميني على نفسك كل ثلاث شهور، تمام، 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 طب هو بالنسبة للأعصاب الترفي تمام، شكراً حضرت، يعني ما ينفعش أنها تتناول البيتامينات فقط، وتسيب العلاج، هو الفيتامينات جزء من العلاج، يعني أنا أنا مثلا الأعصاب بيحصل فيها مشكلة، فأكتب له فيتاميين بيتنا وشور مثلا، أو فيتاميين بيست، ده علاج لمشكلة حصلت بسبب ارتفاع السكر، إنما هسيب السكر مرتفع، وهو هفضل لاخد فيتامينات، وهو هيفضل يعمل لي مشكلة أكبر، ولو كان مثلا ضرب يعني جزء من العصاب، هيدرب جزء أكبر بعد كده، لأنني أنا أنا رايح بحل حاجة وبسبب الأصل، بسبب سبب المشكلة، وراح بعالج حاجة بسيطة كده في الجنب، لأ، أنا هحل الأصل مشكلة من الأول، هحل ارتفاع السكر ده، أما بالإنسولين أو على حسب الطريقة اللي هي نشارية، دكتور بيقى فترة كلها قد إيه؟ نحن نفضل كل ثلاث شهور للمريد اللي هو يعني له ريسك، اللي هو أنا آسف، المريد اللي عنده ريسك، أو اللي هو مثلا كل شيء يخشف غيبوه أو كده، بيقسه كل ثلاث شهور، طيب، المريد المنتظم الماشي كويس كل ستة شهور، المريد اللي ما عندهوش سكر خالص كل سنة، الشخص اللي عنده 40 سنة بس كل سنة يحل سكر مرة، إنما ناساً هي أصلاً لسه في بداية حياتها، ولسه بتزبط الإنسولين، أنا بكلم ده على سكر تركمي، إنما السكر العادي بقى اللي هو الشكلة، لا، ده ما أنت ممكن كل شهر تعمله مرة، اللي هي مريد سكر، وفي بعض أنواع السكر، في ناس تطمع نفسها كل يوم، وفي ناس كل أسبوع، إنما السكر تركمي لا، مطلوب، يا كل ثلاث شهور، يا كل ستة شهور، يا كل ساعة عام، ده لازم يكون موجود، يعني دلوقتي العمر عامل، إنه بعد ما يعدي إلى 40 سنة لازم يتأكد عن نفسه، والوراثة، طيب إيه ممكن الحاجات التانية اللي تخلي الشخص ده أكتر عرضة من غير إنه هو يصبر المرض ده؟ غير الوراثة، غير الوراثة مثلاً والسمنة والتقدم في العمر، هل في حاجات تانية؟ طبعاً التدخين من الحاجات المؤثرة جداً، التدخين ده شيء أساسي، اللي يعرضوا للسكر، ده ريسك فاكتور كبير، اللي لو جات لا، لو هي في ميل وجالها السكر وهي حامل، وراح بعد الحامل ده بتبقى أكتر أكتر عدم لها، بيروح لوحده بعد الحامل، بيروح لوحده بعد الحامل، بسامون جاستيشن، ايه مثلاً؟ على طول، أول ما تقولك خلاص، موضوع بنتي، الرجالة أكتر من الستات في موضوع السكر، عرضة لي، ففيه دي الفاكتور الثانية، دي العمامة الثانية، غير موضوع العمر طبعاً نكلمنا عليه، واتكلمنا على الجينيتكس، لو مثلاً بابا ومامته، حد في إخواته عند السكر، يكونوا عرضة أكتر من غيره طبعاً يجي له سكر، تمام؟ تمام، معانا أستاذة مها من المينيا، أيها السلام عليكم، دكتور، كنت عايزة أسأل حضرتك، أنا عندي سكر، تراكمي بتاعي، سبعة، تسعة وسبعة من عشرة، تمام؟ وباخد برشام معالية، بس كل فترة تتخلي الجوب كده تحت الجلد، بعدين تكبر وتبقى كبيرة، ويبقى فيها صديد، كل فترة ايه معلشي؟ تطلع حبوب تحت الجلد، في ظهرك؟ حضرتك أماكن ثانية، أماكن ثانية كثير في جسمي، وتكبر وتعمل صديد، ودم تتفتح وتتصفى، وتستيجي مكانها أثر، فأمش عارف أعمل، وعملت تحليل، ومخزون الحديد عندي أربعة، الإنفرسين، فأنا مش عارف أعمل إيدي بس؟ تمام، الدكتور هيرد عليك، شكراً؟ هي أول حاجة، هي مش بزبطة السكر بتاعها نهائي، دليل التراكومي بتاعها تسعة بشوية، بس عشية ده يعني العادي بتاعها في السكر متين، أو أعلى كمان من متين، في ده سكر عالي جداً، هي مش بزبطة للسكر، وعلى أول سكر ده يخلي الدم بتاعها مليان سكر، والبكتيريا بتحب ده جداً، البكتيريا غزائها الجلوكوزة الموجود في الدم ده، فبتدأ بيبدأ يحصل لها بورصة بزاية كتير، بسبب موضوع ده، تمام؟ بلاصة أن السكر نفسه بيجهد الجهاز المناعي، يعني دايماً الناس اللي عندها السكر منعيتها قليلة، فبتدأ تبقى عرضة أكتر وأكتر للإصابة بالأمراض اللي زي دي، البويلز اللي في ظهرها دي، نتيجة إنها مش مزبطة للسكر، فهي هتروح لحد هتاخد من ضدات حيوية معينة، وجراحي يشوف الحاجات دي يا دكتور جلدية، ويبدأ يفك الخراريجي الكتير اللي كلمت عليها دي، وبعد الجزء ده تزبط سكرها كويس جداً عشان هي دي مترجعش تاني، هي دي لازم تكون من مرض السكر؟ أه، لا، هي من أعراض مرض السكر، بس تتعالج عند دكتور؟ أه، يا مجراحة يا مجلدية، القصة في الآخر إن إحنا وصلنا دي بقى اسمها المضاعفات، يعني فيه أعراض، وبعد الأعراض دي، أنا مبلتزمش برضو، هي سكرة ركومة 9 ده ده كبير جداً، 9 سوى نرش، فهي مش ملتزمة، فدخلت فيه مضاعفات، يبقى فيه أعراض في الأول، ده اللي هو الساكنري، وبعد هي دلوقتي في المرحلة الرشد، المرحلة التالتة، كانت ممكن تقضي على ده، لو هي مدل الأول خالص، خالص خالص، في المرحلة الأولى، كانت شكت أنها عندها سكر، فراحة تحللت، وبرأت تكشف، فتخذ الأجهر، وتتضبط عليه، أو تضبط أكلها، فالموضوع إحنا نجيبه من الجهز الرخورس، ما هي دلوقتي في المرحلة دي، لازم تكشف، لازم ترحله الدكتور، معانا أستاذ عادل من أسيط، أنا حاسس يعني في بعض الورن رجلية بسيط، ممكن بس حضرك تعالي صوتك شوية؟ أنا حاسس ورن رجلية بسيط كده، وخدم بتاع رجل ورن، وأربعة من دواج ورن الأملاح زي ده، وبعض التطوار، ممكن بس حضرك تعالي صوتك شوية، حتى الدكتور مش فاهم الكلام، وعندها صورة التنسيب عالية، نروحنا للدقاترة كثيرة برضو، محدش عارف، محدش عارف، طب ممكن حضرك بس تتعيد من البداية مع صوت أوضح شوية، عشانا الدكتور مش فاهم، بالنسبة الوالدة، أنا كانت رجل ورن شوية كده بسيطة عندي الخدم، رجل ورن ما عندك؟ تمام، لا الله عرم من الدواجل، والوالدة عنديها صورة ترسيب عالية بالنسبة لخشنط المطاف، هروح نزل كثيرة كثيرة عشان تنزل سباية التنسيب، محدش جدا ينزل، برضو تظهر في يدها على مادة الحمراء، تتعالج من ضغط حاجة؟ بتتعالج من الضغط؟ حبيباك بتتعالج من الضغط؟ لا، الحمد لله فيش ضغط واعطي بس، طب، والسكر، عندك سكر؟ لا، الحمد لله ما فيه السكر، ننزي دور السرطيني، هو لازم يجب الدكتور يشوفك، ما دارش الشخصك في تليفون كده؟ اه، لازم الدكتور يشوفه، بيعني من ورم في رجله، لازم حد يشوفه، دي حاجة تتشايف، هو لعنده دكتور السكر، فلازم يشوفه، تمام، شكرا جدا، شكرا جدا، طب، مشاهدين هنكمل معاكو، بس هنطلع لبريكتو غير ونرجع تاني، رجعنا من الفاصل مرة تانية، دكتور عايتين بقى نتكلم عن العامل الناسي، يعني كتير قوي بنسمع يقولك، ده من الزعل جالها السكر، هل فعلا ممكن الزعل أو الحزن الشديد، وكده يوصل ان الشخص يجره مرض السكر؟ لا، بيوصل، بيوصل الحزن الشديد ده، والزعل الشديد بيوصل لمرض السكر، وكمان في جزء نفسي مهم قوي، انه لما بيتشخص، انه عنده سكر، حس ان مثلا هو صغير عنده 30 سنة، وحد قالوا انك عندك السكر، او مثلا شاب عنده 20 سنة، وعنده نوع الاول، وللسه متشخص بس عنده 16 أو 20 سنة، الواقع النفسي بتاعه بيبقى حس ان عنده مرض كبير، وان الموضوع ضخم عليه، فممكن الناس بتكتئب كتير الموضوع ده، لان احنا واخدين دائما ان السكر ده حاجة صعبة جدا، وعندنا وفياة كتير بسببه، لان احنا ما بنعليكش المشكلة من بدايته، فهو في البداية اه هو مرض كرونيك او مرض مزمن، ولازم تسيسه كده زي ما بيقوله، تمشي معايا واحدة واحدة، وتحافظ على عادتك صحية سليمة، تغير في اللايف ستايل بتاعك، وساعتها هتكون شخص اصح، والواقع النفسي بتاع صدمة انك انت عندك السكر دي، هتتقبلها كويس بانك لما تزبط حياتك، تزبط اكلك، تزبط النمط حياتك، تبعد عن موضوع السيدنتر لايف ستايل، او الحياة اللي هي أنا نايم طول النهار، اعاد طول النهار ما بعملش اي اكشن دي، لا، لو انت زبطت الموضوع دي، وداية تبقى شخص صحيح، اكتر، اكتر، بتحرك اكتر، بتتمشى، بتنزل جم لو انت ولد او شاب، موضوع بيفرق معاك جدا، بيفرق في البروجنوزس او تطور المرض عندك، يكون اقل من مواحد مثلا، اعاد طول النهار بيكل فاست فود، وعاد في البيت، لا، ده هيكون عرض الكمبليكيشنز اكتر منك بكتير، انت بتأخر حدوث الكمبليكيشنز دي، قادر الامكان، تمنى حدوثها، ودا هدفك، او هدفنا احنا في العلاج، انه ده ما يحصلش، ده ما يحصلش، وزي ما قلنا احنا عندنا الاستجابة شوية في الثقافة الشعب محتاجة تتغير، محتاج ان احنا كل سنة بنعلى في الرنك اكتر، نكون رقم 8 عم سابع عالم، نبينة رقم 7 عم سابع عالم، لسه الحلاب تزيد، 15 مليون مصاب رقم كبير جدا بسكر، فمحتاجين احنا ناخد بالنا من نفسنا جدا، يعني هو ممكن يغير نمط حياته ويتعايش مع المرض عادي، اه عادي جدا عادي، عادي موضوع بسيط، زي بس هو مزمن، اه مزمن معاك، ما فيش امر ان يخف، لا انت مش هتخف، تماما، بتتحسن، بتتحسن، وبتتزبط نمط حياتك على ده، يعني انا ممكن مرة مثلا اخد حاجة فاست فود مرة مثلا كل شهر عادي، انما مش لا يعني بافتر فاست فود، بتغدى فاست فود، بتعاش فاست فود، ومقليات ومشوي، لا كل الكلام ده غلط، سويتس كتير، ومقليات كتير، ده، ده الوضع الحالي، يعني ده الوضع الحالي، فاطر فيين، فاطر في كذا، ده فاست فود، وجايب كربات، وبتزيت، وبرجرز، ده في الغد أو العشب، ده ما كانش عابل كلا اللايف ستايل بتاع المساشين اطلاقا، وكل ما الموضوع ده بيزيد، كل ما فرص ان احنا يظهر عندنا امراض جديدة عن السمنة، ومضاعفاتها، بتزيد، ايه، معانا تصوال هاتفي؟ محمد ستكيه، اهلو، 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 استاذ محمد، اهلو، السلام عليكم، عليكم السلام، حضرتك، مكلمة الدكتور، اتفضل، محمد، اهلو، اهلو، معانا حضرتك يا دكتور، بيزيد، بعدين محدد السيحة، سيحة بدها كدة، حاولتو بمكان حساس جدا، فيحاولت، انا من بلطيم، اقرأت دكتورس اسكندريا، وفي دكتور اسمان عمر جعفر عندنا في البلد هنا، كلمتو، وتكشف مطلعة، لها علاج كدة برضه زي ما هي، تمام، تمام، انا مش راضية تروح ودعباني جدا يعني بقدرش اقعد كتير فاهمي؟ طيب حضرتك مريض سكر ولا حاجة؟ لا 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 الحمدلله ما عندش اي حاجة طيب انت محتاج تشوف حد جراحة عامة جراحة عامة؟ او لازم شوفك اه الف السلام عليك تمام شكرا لحضرتك اوي بشكرك وبشكر حضرتك جدا يا دكتور اسامة نوارفيني شكرا لكم اعزائي المشاهدين على الحلقة ونشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله